السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم وكيف أصبحتم وكيف هي صحتكم أحباء الأطفال في الحصة السابقة يا أول قرأنا سورة الفاتحة وتعرفنا على معاني سورة الفاتحة اليوم يا أول بدنا نتعرف على أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام هيا استمعوا أهلا بكم أصدقائي الأطفال أنا صديقتكم سلمة هل أنتم جاهزون لنتعلم معا هيا لنبدأ مراتب الدين ثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان وسنتعلم اليوم معا أركان الإسلام للإسلام خمسة أركان سنتعلمها معا أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتان وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهما مفتاح الدخول في الإسلام وأعظم أركانه لننطق معا الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هيا أيها الأطفال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الثاني هو إقام الصلاة والصلاة واجبة على كل مسلم ونحن المسلمون نصلي خمس مرات كل يوم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أنا أحب الصلاة وأحافظ عليها في وقتها الركن الثالث هو إيتاء الزكاة نحن المسلمون نعطي الزكاة لمن يحتاجها كالفقراء والمساكين والزكاة تطهير للنفس وبركة للمال الركن الرابع هو صوم رمضان والمسلمون جميعا يصومون في شهر رمضان المبارك ويمتنعون عن الشراب والطعام من أذان الفجر حتى أذان المغرب الركن الخامس والأخير هو حج بيت الله الحرام ويجب الحج على كل مسلم مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا والحج المبرور جزاؤه الجنة كما بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لقد تعلمنا معا أركان الإسلام لنتذكر الآن ما تعلمناه معا الركن الأول هو الشهادتان والركن الثاني هو إقام الصلاة الركن الثالث إيتاء الزكاة الركن الرابع صوم رمضان الركن الخامس هو حج بيت الله الحرام والآن علي أن أذهب لأن الوقت قد تأخذ انتظروني في حلقة أخرى لنتعلم المزيد والمزيد معا إذن يا أول في هذا الفيديو البسيط يا أول تعرفنا على أركان الإسلام وكم عدد هذه الأركان يا أول عدد أركان الإسلام خمسة كم عدد أركان الإسلام خمسة أحسنتم وما هي أركان الإسلام ما أول ركن من أركان الإسلام يا أول الشهادتان أول ركن من أركان الإسلام الشهادتان وما هي الشهادتان يا أول قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يلا قلنا مع بعض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وما الركن الثاني من أركان الإسلام إقاموا الصلاة أحسنتم إقاموا الصلاة قلنا بنصلي خمس صلوات في اليوم نفس ما شفناه في الفيديو صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء أيضا يا أول الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكا بنزكي أموالنا يا أول ومنطهر نفسنا بإخراج المصاري اللي معنا اللي هم مصاري الزكاة بنعطيهم للناس المحتاجين بنعطيهم للناس المحتاجين فبنزكي فيهم يا أول ومنطهر فيهم نفوسنا صوم رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام هو صوم رمضان ما هو صوم رمضان يا أول؟ احنا بنصوم عن الأكل وبنصوم عن الشرب في شهر اسمه شهر رمضان طبعا نصوم من صلاة الفجر آخر يعني أول ما نبدأ يعني في الصيام يا أول من أذان الفجر من لما يأذن فجر ممنوع ناكل ولا نشرب لحد ما يأذن أذان المغرب أيضا يا أول حج البيت لمن استطاع إليه سبيلة حج البيت يا أول بدنا نروح على مكة ونحج حول بيت الله الحرام طبعا هاي أول الحج لمن استطاع إليه سبيلة اللي بيقدر يوصل للحج واللي معاه مال بيوصله للحج وبيقدر يروح الحج يا أول لازم الحج أما اللي ما معاه فتسقط عنا فريضة الحج يا أول إذن أركان الإسلام خمسة كيف أصابع إيدنا خمسة؟ أركان الإسلام خمسة طبعا ما لازم يكون في عنا خلل ولا بركن من أركان الإسلام اللي بده يدخل للجنة يا أول بده يحافظ على أركان الإسلام الخمسة بده يشهد والشهادتان حكينا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيضا بده يقيم الصلاة طبعا الصلاة هي عمود الدين اللي ما بيصلي أول ولك إنه دخل الإسلام الصلاة هي عمود الدين قلنا بدنا نحافظ على الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت لكن حج البيت يا أول حكينا لمن استطاع إليه سبيلا طيب إذا سألتك أول رقم من أركان الإسلام يا أول اللي تدخل فيه للإسلام الشهادتان أحسنت الشهادتان طب ما هي الشهادتان قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله المطلوب يا أول من النشاط ولونه شكل الذي يدل على عدد أركان الإسلام عدد أركان الإسلام ثلاثة خطأ أربعة خطأ كم عدد أركان الإسلام؟ خمسة بعدد أصابع اليد خمسة بعدد أصابع اليد الواحدة إذن عدد أركان الإسلام خمسة بدنا نلون اللي بتحمل خمس وردات وردد مع مجموعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أختبر معلوماتي أصل بين رقم الإسلام ورقم المغطورة التي تمثل ترتيبه أركان الإسلام لاحظ يا أول أول رقم من أركان الإسلام مكتوب عنده الرقم واحد بدي أوصلها مع الصورة التي تمثل الرقم واحد أول رقم من أركان الإسلام ما هو يا أول؟ الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أيضا يا أول الرقم الثاني من أركان الإسلام بدنا نوصل يا أول الرقم الثاني من أركان الإسلام ما هو الركن الثاني من أركان الإسلامي أول إقام الصلاة أحسنت إذن بدنا نوصلها مع الولاد اللي بيصلي إقام الصلاة أحسنت الركن الثالث من أركان الإسلامي أول هو إيتاء الزكاة أحسنته بدنا نوصلها مع إيتاء الزكاة إيتاء الزكاة الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان أحسنتم الصورة فيها هلال والعائلة متجمعة على وقت الإفطار إذن رقم أربعة صوم رمضان طيب رقم خمسة حج البيت لمن استطاع إليه سبيل بدنا نوصلها الرقم خمسة مع حج البيت إذن ترتيبهم رقم واحد بدنا نعدل الأرقام رقم واحد الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رقم اثنان رقم اثنان أول بدنا نعدلها إقام الصلاة رقم ثلاثة أول إتاء الزكاة رقم أربعة أول صوم رمضان رقم خمسة حج البيت لمن استطاع إليه سبيل طبعا مطلوب مني أول حفظ أركان الإسلام وتسميحهم يوم الاثنين إذن في حصة يوم الاثنين المطلوب تسميح أركان الإسلام نشاط بدنا نلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طبعا هاي الصورة يا أول تشير إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طبعا الشهادتان يا أول هي اللي بدخلنا للإسلام الشهادتان فيها بندخل إلى الإسلام يا هون يا أول انتهى درسنا يعطيكم الفعافية ترجمة نانسي قنقر